بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك في مقرر تنظيم حاسبات 2 ضمن مواضيع الباب الأول Center Processing Unit نذهب معا إلى الدرس التالي Chapter 1, Lecture 15 Types of Addressing Mods عرفنا ماذا نستفيد إذا استخدمنا نظام الادرسينج مود في الحاسبات وعرفنا بعض التعريفات الأساسية التي نحتاجها للتعرف على أنواع الادرسينج مود المختلفة في هذا الدرس ندخل إلى معرفة هذه الأنواع بالإسم العمود الأول يعطي نوع الادرس مود والعمود الثاني يعطي description أو وصف لهذا العدرس مود أول نوع هو الإمبلايت مود في هذا النوع الأوبرانس تحدد implicitly in the instruction في هذا النوع الأوبرانس وكما قلنا أن الأوبرانس هو الذي يهمنا كيف نصل إلى الأوبرانس هذا الذي يهمنا طريقة الوصول إلى الأوبرانس هي التي نسميها addressing mode ففي نوع الإمبلايت الأوبرانس محدد implicitly في التعليم نفسها وقد شاهدنا ذلك في نوع الone address instructions النوع الثاني الimmediate الimmediate mode فيه الأوبرانس محددة داخل الانستركشن نفسها موجودة الوبرانس داخل الانستركشن في حالة الimmediate الوبرانس محدد في الانستركشن نفسه النوع التالي الdirect mode أو الdirect address mode أين نجد الأوبرانس في هذا النوع الأوبرانس تكون موجودة في الزاكرة وعنوانها أي الطريقة للوصول إليها معطى is given directly by the address field of the instruction عندنا instruction نقلنا فيها حقول مختلفة حق للaddress field الموجود في التعليمة في نوع الdirect يأخذنا مباشرة إلى العنوان في الزاكرة الذي نجد فيه الأوبرانس طيب ماذا لو كانت العنوان غير مباشرة indirect mode في حالة indirect mode محتويات الaddress field في الinstruction تأخذنا مباشرة إلى عنوان في الزاكرة نجد فيها الأوبرانس ولكن في حالة ال indirect الaddress field الموجود في الinstruction يأخذنا إلى مكان في الزاكرة نجد فيه ال effective address بمعنى بمعنى نحتاج خطوتين إذا كانت عندنا زاكرة هنا فيها عناوين مختلفة وعندنا هنا instruction وفيه حقول مختلفة ومن ضمنها ال address field فإن في نوع ال direct محتوى ال address field يأخذنا مباشرة إلى عنوان نجد فيه ال operant هذا ال direct في حالة ال indirect نحتاج خطوتين في حالة ال indirect هذا المحتوى يأخذنا إلى مكان نجد فيه محتوى يأخذنا إلى عنوان إذن داخل هذا المكان نجد effective address بينما في الحالة الأولى نجد operant مباشرة في حالة ال direct في الحالة الثانية في حالة ال indirect محتوى ال address field يأخذنا إلى effective address والeffective address هو الذي يأخذنا إلى ال operant طيب في حالة relative أو المود النسبي ال effective address يحتاج إلى حساب the effective address is the content of the program counter added to the address field الآن ال address field نجمع إلى محتوى السجل الذي يسمى ال program counter المحصلة تعطينا ال effective address إذن هنا نجري خسابا في relative يجمع محتوى ال program counter إلى محتوى ال address field في التعليمة والناتج يعطينا ال effective address الذي سنجد فيه ال operant في النوع السادس وهو ال index أيضا نحتاج إلى إجراء حساب في هذا النوع ال effective address يساوي محتوى ال index register وهو السجل الذي فيه فهرس زائد ال address field في ال instruction إذن هذا ال address field في ال instruction فيه محتوى نجمع إلى محتوى ال index register ال index register يرمز له ب x r ناتج جمع محتوى ال index register إلى محتوى ال address field في التعليمة يعطينا ال effective address في نوع ال register النوع السابع ال operand موجودة في سجل ضمن سجل ال cpu وبالتالي لا نحتاج إلى effective address ما نجده في السجل المحدد هو ال operand مباشرة طيب إذا كان غير مباشر register indirect هذا النوع السابع هو register direct أو register النوع الثامن هو register indirect في نوع register indirect ال effective address هو ما نجده داخل السجل لاحظ effective address هو ما موجود داخل السجل وليس ال operand في حالة ال register أو direct register ما داخل ال register هو ال operand نفسه ولكن في حالة ال register indirect ما بداخل ال register هو effective address فنحتاج نسحب لهذا ال address لنجد ال operand النوع التاسع ال auto increment أو الزيادة الآلية هذه ال address mode auto increment شبيهة بال register direct الفرق الوحيد بينه أننا بعد أن ننفذ التعليمة نقوم بزيادة محتوى السجل بواحد نعمله increment يعني نجده داخل السجل ونذهب ونأتي بال operand من ذلك ال effective address ثم بعد اكتمال تنفيذ العملية نزيد محتوى السجل بواحد لذلك سمي auto increment المقصود auto increment the content of the register after execution of the instruction وقريب منه auto decrement similar to the register in direct لكن هذه المرة ننقص محتوى السجل قبل التنفيذ فيصبح محتوى السجل ناقص واحد هو effective address الذي سنجد فيه ال operand ننقص محتوى السجل أولا يعني المحتوى ناقص واحد فيصبح المحتوى ناقص واحد هذا هو effective address الذي سنجد في ال operand إذن ال auto decrement similar to the register in direct mode but after decrementing the register first بالأول ننقص محتوى السجل النوع الأخير هو base register وهنا أيضا نحتاج حساب بين محتوى base register base register و محتوى ال address field بتاع ال instruction ناخذ هذا ال address field ونجمع إلى محتوى base register والناتج هو effective address هذه هي حداشر نوع مختلفة من أنواع الأدرس modes وضحنا فيها ما هو المود وما هو وصف طريقة الوصول إلى الoperand في كل حالة من الحالات المختلفة طبعا هذا الشرح نظري أما الفهم فيتعزز دائما بالأمثلة الرقمية التي فيها أرقام توضح المطلوب في كل حالة وهذا هو المثال الذي سنرى في الدرس القادم